السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم طلاب وطالبات الصف أول ثانى من نظام المسارات في مادة الاجتماعيات معكم المعلمة الأستاذة تركية الأحمرية ولغة الإشارة الأستاذ الدكتور محمد المكيطي نراجع ما سبق دراسته ونجيب على الأسئلة التالية وضح أسباب نجاح الصين صناعيا من خلال معرفتنا ودراستنا السابقة للصين اتضح لنا نجاحها الكبير وارتفاع اقتصادها من ناحية الصناعية ما الأسباب التي ساعدت الصين في هذا النجاح الكبير هناك عدة أسباب منها أحسنتم اليد العاملة الرخيصة أيضا هناك أسباب أخرى أحسنتم البنية التحتية الجيدة ومستوى متوسط من التكنولوجيا المهارة الإنتاجية العالية نسبيا وأيضا السياسات الحكومية المواتية والداعمة للنهضة الصناعية وأيضا يضيف بعضهم السعر المخفض لصرف العملة إذن هنا بعض الأسباب التي أدت إلى نجاح الصين صناعيا صر العمود ألف بما يناسبه في العمود باء العمود ألف معدل النمو السكاني كم يبلغ معدل النمو السكاني في الصين كم يبلغ معدل المواليد وأيضا معدل الوفيات ومتوسط عمر الذكر بينما العمود باء 72 سنة و1% 13 لكل ألف سبعة في الألف كم يبلغ معدل النمو السكاني في الصين أحسنتم رائعين واحد بالمئة رغم العدد السكاني الهائل للصين حيث تجاوز المليار وأربعمائة مليون نسمة معدل المواليد كم يبلغ معدل المواليد رائعين 13 لكل ألف معدل الوفيات أحسنتم سبعة في الألف بينما متوسط عمر الذكر كم يبلغ عام رائعين 72 سنة في الوحدة الرابعة والتي كانت تتحدث عن القوى العالمية تحدثنا في القوى العالمية عن أبرز القوى العالمية في العالم وهي أحسنتم ولايات المتحدة الأمريكية أيضا أحسنتم روسيا الاتحادية والاتحاد الأوروبي وأيضا الصين وتحدثنا عن أبرز الخصائص الطبيعية والبشرية لهذه القوى العالمية في الوحدة الخامسة بإذن الله سنتعرف على عنوان جديد وسنقوم بترتيب هذه الكلمات من أجل التعرف على عنوان الوحدة الجديدة الكلمات رتب الكلمات التالية والدولية العربية المنظمات والإسلامية نقوم بترتيب هذه الكلمات من أجل اكتشاف عنوان الوحدة الجديد إذن نبدأ بماذا أحسنتم بالمنظمات ماذا أحسنتم المنظمات العربية ونتسلسل الإسلامية ثم أحسنتم الدولية إذن الوحدة الخامسة تتحدث عن المنظمات العربية والإسلامية والدولية اقرأ النص التالي ثم أجب على السؤال في عام 1363 هجريا 1944 ميلاديا دعا النحاس لعقد لجنة تحضيرية للمؤتمر العربي العام في الإسكندرية للاتفاق على ماذا؟ على قيام تعاون عربي مشترك وتوالت اجتماعات اللجنة الفرعية السياسية وفيها قدم الوفد السعودي مذكرة من الملك عبد العزيز إلى علي ماهر رئيس الوزراء المصري بعض الاقتراحات التي يجب أن تقوم عليها وحدة العرب من خلال هذا النص الذي قرأناه أجب على السؤال التالي ماذا نتج عن عقد المؤتمرات والاجتماعات اجتماعات اللجنة الفرعية السياسية العربية؟ ماذا نتج عن هذه الاجتماعات وأيضا تقديم بعض الاقتراحات؟ نتج عنها ماذا؟ سبق أن تحدثنا عنها من القضايا التي اهتمت بها المملكة العربية السعودية رائعين هي جامعة الدول العربية وسبق أن تعرفنا على دور المملكة العربية السعودية في دعم وفي تأسيس هذه الجامعة وهذا الكيان السياسي العربي الهم وهنا نشاهد شعار جامعة الدول العربية إذن بعد أن استنتجنا عنوان الوحدة الخامسة والتي تتحدث عن المنظمات العربية والإسلامية والدولية سنتعرف على أبرز عنوان هذه الوحدة والتي سنتناولها بإذن الله تعالى الدرس الأول وهو يتحدث عن جامعة الدول العربية أيضا رابطة العالم الإسلامي ونشاهد شعار كل من هذه المنظمات الهامة أيضا منظمة التعاون الإسلامي منظمة الدول المصدرة للنفط وتسمى بأوبك وأيضا هيئة الأمم المتحدة ومجموعة دول العشرين بإذن الله تعالى سنتحدث في هذا اليوم عن جامعة الدول العربية في هذا الدرس أبرز محاور هذا الدرس نشأت جامعة الدول العربية سنتحدث عنها بإذن الله وأيضا عن أهدافها وفروعها ومقرها والدول الأعضاء فيها وسنحقق مجموعة من الأهداف وهي أن يتمكن الطالب والطالبة من أن يعلل نشأة جامعة الدول العربية ما الأسباب التي دعت إلى قيام هذه الجامعة؟ أيضا يعدد أهداف جامعة الدول العربية يصنف مهام أجهزة جامعة الدول العربية يوضح آلية عضوية الجامعة العربية يفسر سبب تسمية القمة العربية التاسعة والعشرين باسم قمة القدس سنتحدث الآن عن نشأة جامعة الدول العربية وأسباب نشأتها لم تنضج فكرة تنظيم أو في إقامة تنظيم عربي واحد إلا متى؟ بالتحديد إلا إبان الحرب العالمية الثانية لماذا؟ أو أن لذلك لم تقم هذه الفكرة بإقامة تنظيم عربي موحد إلا بعد الحرب العالمية الثانية بسبب ماذا؟ بسبب جملة متغيرات عربية وإقليمية وإقليمية ودولية إذن متى بدأت هذه أو نشأت هذه الفكرة بإنشاء كيان عربي موحد يهتم بالدول العربية وأمورها؟ أحسنتم بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وما نتج عنها من متغيرات سواء كانت على مستوى الدول العربية أو الإقليمية وأيضا الدولية والأحداث التي تعرفنا عليها سابقا وماذا حدث ونتج عن هذه الحرب إذن هنا كانت النواء والفكرة الأساسية التي نشأت إبان الحرب العالمية الثانية لإقامة هذه الجامعة أيضا استثمارا للعوامل الذاتية المسوغة للوحدة هنا حرص عندما تحدثنا عن المملكة العربية السعودية وحرصها على الوحدة العربية والإسلامية يتضح هنا فعلا تهلاحم الدول العربية وحرصها على تحقيق هذه الوحدة إذن استثمارا للعوامل الذاتية المسوغة للوحدة وللأوضاع الإقليمية والدولية المواتية بدأت الخطوات التنفيذية لوضع هدف الوحدة موضع التنفيذ إذن نشأت هذه الفكرة ثم بدأت المرحلة الأخرى وهي التنفيذ وبدأوا فعلا في تنفيذ هذه الفكرة وتحقيق الهدف منها وهو هدف الوحدة العربية فماذا فعلت الحكومة المصرية؟ فأخذت الحكومة المصرية آنذاك منذ عام 1363 كما ذكرنا 1944 ميلاديا أخذت الحكومة المصرية آنذاك بزمام المبادرة بعد دعوة الحكومة البريطانية لهذه الفكرة إذن بعد هذه الأحداث ونشوء هذه الفكرة بدأت الحكومة المصرية بالمبادرة والدعوة لتنفيذ هذه الفكرة ولهذا اجتمعت لجنة تحضيرية من ممثلين عن كل من إذن الآن سنتعرف على الدول الممثلة لهذه الجامعة أو لهذه لتنفيذ هذه الفكرة كل من المملكة العربية السعودية وأيضا سوريا ولبنان والأردن والعراق وأيضا مصر وهي المبادرة واليمن إذن هنا هذه الدول تعتبر هنا هي الدول المؤسسة للجامعة العربية وهي التي حضرت هذه اجتماع اللجنة التحضيرية من كل من هذه الدول العربية واستقر رأي الجميع على بعد أن اجتمعت في هذه اللجنة التحضيرية كل من ممثلين هذه الدول التي ذكرناها المملكة العربية السعودية وأيضا أحسنتم سوريا والعراق ومصر واليمن واستقر رأي الجميع على تسمية الرابطة المجسدة لهذه الوحدة العربية أطلق عليها وسميت بماذا؟ جامعة الدول العربية إذن أطلق عليها اسم على هذه الرابطة اسم ماذا؟ أحسنتم جامعة الدول العربية وصدر بروتوكول هذه الاتفاقية في عام 1364 هجريا 1945 ميلاديا ننتبه الآن إلى هذا التاريخ كان ذلك قبل قبل ماذا؟ قبل إنشاء هيئة الأمم المتحدة بكم؟ بنحو ستة أشهر إذن قامت وتأسست جامعة الدول العربية قبل نشأة وقيام هيئة الأمم المتحدة بكم؟ الفترة الزمنية أحسنتم رائعين بستة أشهر إذن بعد اجتماع كل المثلية الدول التي ذكرناها تم الاتفاق على تسمية هذه الرابطة بماذا؟ رائعين بجامعة الدول العربية وصدر بروتوكول هذه الاتفاقية في عام 1364 هجريا 1945 ميلاديا وهذا التاريخ تاريخ قيام جامعة الدول العربية قبل قيام ماذا؟ أحسنتم قبل قيام هيئة الأمم أو قبل إنشاء هيئة الأمم المتحدة بستة أشهر نشاهد هنا مبنى جامعة الدول العربية أين؟ أحسنتم في القاهرة إذن هذا المبنى هو مبنى جامعة الدول العربية ونشاهد هنا هذا الشعار الذي يمثل هذا الكيان الهام بعد أن تعرفنا على أسباب نشأة الجامعة العربية وأيضا على كيفية نشأتها سنتعرف الآن على الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها هذه الجامعة هناك مجموعة من الأهداف ومنها العمل على توثيق الصلاة بين الدول الأعضاء أيضا من أهداف الجامعة الدفاع عن المصالح العربية والقضايا الوطنية للدول الأعضاء أيضا من أهدافها النظر في النزاعات بين الدول الأعضاء إذن هنا أهدافها تسعى إلى تحقيق أهداف مشتركة بين الدول الأعضاء وأيضا داخل الدول الأعضاء وهي الدفاع عن القضايا الوطنية لكل دولة منها أيضا تحقيق الأمن الجماعي العربي والإسهام في دعم السلم والأمن العربي والدولي إذن هنا جهود كبيرة بعد أن تسعى إلى تحقيق السلم والأمن العربي أيضا تحقيق سلم وأمن دولي وأيضا تفعيل التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي والتقني مع من؟ مع الغرب إذن هنا أيضا تفعيل وتعاون على عدة مجالات وهي المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وأيضا التقنية مع من؟ مع الغرب وأيضا من أهداف الجامعة تعزيز تبادل المساعدات والتعاون في مختلف المجالات بين الدول العربية بشكل عام إذن هذه أهداف الجامعة العربية والتي تقوم بتحقيق هذه الأهداف لتحقيق الوحدة العربية وتحقيق الأمن والسلم العربي وأيضا التعاون في شتى المجالات مع الدول الأخرى أجهزة جامعة الدول العربية تتكون جامعة الدول العربية من هيكل تنظيمي سنتعرف عليه الآن نص ميثاق جامعة الدول العربية على ماذا؟ على إنشاء ثلاثة أجهزة رئيسة للجامعة تابعة لماذا؟ للجامعة هنا نشاهد هيكل الجامعة العربية يتكون من ثلاثة أجهزة رئيسية وهي مجلس الجامعة وأيضا اللجان الدائمة والأمانة العامة سنتعرف على مهمة كل من هذه الأجهزة ذكرنا أن ميثاق جامعة الدول العربية نص على إنشاء ثلاثة أجهزة رئيسة تابعة الجامعة هي مجلس الجامعة كما ذكرنا وأيضا اللجان الدائمة هو الأمانة العامة ما مهمة كل من هذه الأجهزة؟ مجلس الجامعة يحد هذا المجلس أعلى سلطة داخل الجامعة ويتألف ممن؟ من ممثلي جميع الدول الأعضاء ويكون لكل منهم صوت واحد مهما بلغ عددهم علما بأن من حق الدول الأعضاء أن تحدد مستوى التمثيل الذي قد يرقى إلى مستوى رؤسائها أو يقل عنه دون أن يغير ذلك من طبيعة المجلس إذن المستوى التمثيل تحدده الدولة حسب المستوى الذي ترى إذن هنا مجلس الجامعة هو يعد أعلى سلطة في أجهزة جامعة الدول العربية اللجان الدائمة ينص الميثاق جامعة الدول العربية على تشكيل عدد من اللجان الدائمة المعنية بماذا؟ المعنية بمختلف مجالات التعاون بين الدول الأعضاء إذن هنا في اللجان الدائمة أو نص الميثاق على تشكيل عدد من اللجان الدائمة مختلفة حسب المجالات إذن لكل مجال لجنة معينة وسميت جميعها باللجان الدائمة أيضا الأمانة العامة مما تتكون؟ تتكون جهاز الأمانة العامة تتكون من أمين عام وأمنا مساعدين وأيضا عدد من الموظفين ومجلس الجامعة ماذا يفعل؟ مجلس الجامعة هو الذي يعين الأمين العام بأغلبية الثلثين ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد فيما يتولى من الأمين العام بموافقة المجلس تعيين الأمناء المساعدين والموظفين الرئيسيين في الجامعة إذن الأمانة العامة عندنا ماذا تتكون؟ تتكون من أمين عام وأمنا مساعدين الذي يتولى الأمين العام تعيينهم وأيضا عدد من الموظفين وأيضا وضعت هنا سياسة محددة لتعيين الأمناء والأمناء المساعدين نجيب الآن على السؤال التالي بعد أن تعرفنا على نشأة الجامعة وأهدافها وأجهزة جامعة الدول العربية فسر معي لي فكرة إقامة تنظيم عربي واحد ما السبب لإنشأة وقيام هذه الفكرة إقامة تنظيم عربي واحد؟ أحسنتم بسبب جملة متغيرات عربية وإقليمية ودولية متى؟ أحسنتم بعد الحرب العالمية الثانية عدد أهداف جامعة الدول العربية تعرفنا على العديد من أهداف الجامعة العربية وهي العمل على توثيق الصلاة بين من؟ أحسنتم بين الدول الأعضاء إذن تحرص على توثيق الصلة بين الدول الأعضاء أيضا الدفاع عن المصالح العربية والقضايا الوطنية وأيضا من أهداف الجامعة النظر في النزاعات بين الدول الأعضاء وتقوم بحل هذه النزاعات فيما بينها أيضا تحقيق الأمن الجماعي العربي الإسهام في دعم السلم والأمن العربي والدولي تفعيل التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي والتقني مع من؟ مع الغرب وأيضا تعزيز تبادل المساعدات والتعاون في مختلف المجالات بين الدول العربية بشكل عام مقر الجامعة العربية ودول الأعضاء فيها أين يقع مقر الجامعة العربية؟ هذا ما سنعرفه الآن تشمل عضوية الجامعة العربية التي تتخذ من ماذا؟ من خلال الصورة السابقة التي شاهدناها لمبنى الجامعة العربية أين يقع؟ رائعين في القاهرة إذن مقر الجامعة أين؟ أحسنتم في القاهرة إذن تشمل عضوية الجامعة العربية التي تتخذ من القاهرة مقرا لها جميع الدول العربية الآن سبع منها هي الدول المؤسسة والتي ذكرناها سابقا وهي من؟ أحسنتم المملكة العربية السعودية وأيضا جمهورية مصر العربية والتي كانت صاحبة المبادرة وأيضا الجمهورية العربية السورية وأيضا جمهورية العراق والجمهورية اللبنانية والمملكة الأردنية الهاشمية وأيضا الجمهورية اليمنية إذن هذه هي الدول المؤسسة إضافة إلى باقي الدول العربية الخمس عشر التي انضمت إلى الجامعة لاحقا هنا نشاهد خريطة العالم العربي السياسي هذه الدول التي نشاهدها الآن أمامنا هي الدول العربية نعرفها الدول التي ذكرناها الدول السبع المؤسسة إضافة إلى السوداء الليبيا تونس الجزائر المغرب مورتانيا جيبوتي والصومال الصومال إذن هذه دول العالم العربي معلومات إثرائية أعلنت المملكة العربية السعودية هنا معلومات حامة أعلنت المملكة العربية السعودية إضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي عن انطلاق عمليات عاصفة الحزم في عام 1436 هجريا 2015 ميلاديا مشكلة بذلك تحالف دول عربيا وعربيا إسلاميا ترمي إلى ماذا؟ إلى إعادة الشرعية إلى اليمن الشقيق وقف اعتداءات الحوثيين الذين انقلبوا على الحكم في اليمن وفي شهر الربيع الآخر من عام 1437 هجريا 2016 ميلاديا أعلنت المملكة والدول المشاركة لها وقف عمليات عاصفة الحزم بعد تحقيق العملية لأهدافها وانطلاق عملية إعادة الأمل إذن هذه من التحالفات العربية التي تسعى إلى تحقيق الأمن في الدول الأعضاء للجامعة العربية تنقسم عضوية الجامعة العربية هنا إلى قسمين رئيسيين هامين هما عضوية أصلية ماذا يقصد فيها؟ العضوية الأصلية هي المثبتة للدول العربية السبع التي وقعت على ميثاق جامعة الدول العربية وذكرناها أيضا عضوية بالانضمام وهي العضوية بالانضمام تكون بتقديم طلب بذلك بعد توافر عدة شروط منها أن تكون الدولة عربية مستقلة إذا طلبت الانضمام إلى جامعة الدول العربية تنضم إليها وتكون عضوية بالانضمام في إحدى أو في اجتماع القمة العربية التاسع والعشرين ماذا حدث؟ عقدت القمة العربية اجتماعها التاسع والعشرين في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية في عام 1439 هجريا 2018 ميلاديا وأطلق عليها خاد الحرمين الشريفين الملك سلمان اسم قمة القدس إذن القمة العربية التي عقدت في مدينة الظهران في عام 1439 أطلق عليها الملك سلمان قمة القدس لماذا أطلق عليها هذا الاسم تضامناً مع القضية الفلسطينية لذلك سماها بقمة القدس ونشاهد في هذه الصورة صورة الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله في إنعقاد القمة العربية التاسع والعشرين والتي أطلق عليها اسم قمة القدس كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وجاء بكلمة خادم الحرمين الشريفين رؤية مستقبلية للجامعة العربية والعمل العربي المشترك حيث قال إيماناً منا بأن الأمن القومي العربي منظومة متكاملة لا تقبل التجزئة فقد طرحنا أمامكم مبادرة للتعامل مع التحديات التي تواجهها الدول العربية بعنوان تعزيز الأمن القومي العربي لمواجهة التحديات المشتركة مؤكدين أهمية تطوير جامعة الدول العربية ومنظومتها هنا نشاهد صورة جماعية للقمة العربية في أهل سيو قيمة في مدينة الظهران عام 1439-2018 ميلادياً وفي نهاية درسنا سنجيب على الأسئلة التالية أكمل الفراغات التالية بما يناسبها تنقسم عضوية الجامعة العربية إلى ماذا وماذا أحسنتم رائعين إلى أصلية وعضوية به الانضمام عقدة الجامعة العربية اجتماعها 29 في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي في مدينة بارك الله فيكم في الظهران وأطلق خادم الحرمين الشريفي الملك سلمان اسم أحسنتم قمة القدس تضامناً مع القضية الفلسطينية صنف كل من المهام التالية للجهاز التابع لها الأجهزة التي تعرفنا عليها جهزة جامعة الدول العربية ونصنف الآن هذه المهام إلى كل من الجهاز التابع لها تتكوى من أمين عام وأمناء مساعدين وعدد من الموظفين أعلى سلطة داخل الجامعة يتألف مثالي جميع الدول الأعضاء عدد من اللجان الدائم المعنية بمختلف مجالات التعاون بين الدول الأعضاء سنصنفها في هذا الجدول مجلس الجامعة ماذا يمثل؟ أحسنتم أعلى سلطة داخل الجامعة بينما أحسنتم عدد من اللجان الدائمة المعنية بمختلف مجالات هي من مهام اللجنة الدائمة الأمانة العامة أحسنتم تتكوى من أمين عام وأمناء مساعدين وعدد من الموظفين بذلك تعرفنا في هذا اليوم على نشأة جامعة الدول العربية وأهدافها وفروعها ومقرها والدول الأعضاء فيها وأيضا قمة القدس أشكركم طلابي وطالباتي على حسن إصائكم وتفاعلكم وألتقي بكم مجددا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته